نقلت وسائل إعلام أوكرانية يوم السبت عن ديفيد أرخاميا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب سلوها نارودو الحاكم في أوكرانيا رئيس الوفد الأوكراني إلى مفاوضات السلام مع روسيا قوله إن أوكرانيا قد تستأنف المفاوضات مع روسيا بحلول نهاية أغسطس القادم وذكر أرخاميا أن أوكرانيا سوف تعزز موقفها قبل إعادة إطلاق المفاوضات من خلال سلسلة من خطط الهجوم المضاد وتعليقا على ذلك أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفدف من خلال وسيلة التواصل الاجتماعي في اليوم ذاته عن تشككه في وجود أي شيء لمناقشته أو إذا كانت هناك جهة تتفاوض معها موسكو